السلام عليكم أخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم السفاة معام اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة الشراء من موقع علي إكسبرس خطوة بخطوة انطلاقا من اختيار أفضل بنك مغربي للشراء عبر الأنترنت مرورا بإنشاء حساب في علي إكسبرس ثم طريقة اختيار أفضل المنتجات وأرخصها وختاما طريقة تتبع المنتجات حتى وصولها إلى باب منزلك إذن على بركة الله سنبدأ الشرح لكن قبل البداية وكالعادة لا تنسوا دعم القناة والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول إذن كأول خطوة سوف نقوم بها إخواني هو فتح حساب في بنك سياش بنك واختيار أفضل طاك بدون اقتطاعات يمكننا الاستفادة منه وعند قيامنا بأي معاملة شراء عبر الأنترنت فلن يقتطع من حسابنا أي مبالغ إضافية وهنا سنتحدث عن ثلاث عروض توفرهم لنا هذه الوكالة أول عرض هو عرض كوترونت لكل شاب أقل من ثلاثون سنة سواء كان رجل أو امرأة ثم لدينا كذلك باك سيدتي وهو كذلك لجميع السيدات بدون استثناء ثم العرض الذي تم طرحه مؤخرا وهو باك موظف وهو لكل موظف يمكنه كذلك فتح حساب مجاني ما عليك سواء الإدلاء بوثيقة تتبت بأنك موظف والاستفادة من هذا الباك إذن قم باختيار أحد العروض المذكورة وتوجه إلى أقرب وكالة بنكية لك سياش بنك ثم قم بطلب منهم فتح حساب وكذلك أطلب منهم بطاقة بنكية دولية للشراء من خارج المغرب وهذه البطاقة البنكية فيمكنكم العمل بها كذلك في المغرب استخراج الأموال من شبك الإلكتروني دفع الفواتير الخاصة بكم وجميع الامتيازات الأخرى داخل المغرب وسوف تكون متوفرة في الوكالة من أسبوع إلى 15 يوم حسب المنطقة إن كانت مدينة صغيرة أو مدينة كبيرة إذن عند انتهائك من هذه الخطوة واستلامك للبطاقة الخاصة بك فهنا تكون قد أتممت أهم خطوة ولم يتبقى لك الآن سواء الخطوة الثانية وهي إنشاء حساب في موقع علي إكسبرس بكل سهولة ومن الأفضل تتبيت البرنامج في الهاتف لأنك سوف تستفيد من بعض الخصومات إن قمت بالشراء من التطبيق عكس إن قمت بفتح الحساب في الحاسوب الخاص بك ثم تقوم بإدخال الجمع الخاص بك ورقم سري وتقوم بتأكيد هذا الرقم السري ويجب عليك أن تقوم بحفظه في مكان ما لتذكره وها أنت قمت بإنشاء الحساب الخاص بك وحتى لنسى إخواني فهذا الكوبون هو عبارة عن كوبون تخفيضي 40 درهم على أول منتوج تقومون بشرائه من علي إكسبرس سوف تجدون الرابط الخاص به في وصف هذا الفيديو وهذا الكوبون يمكنكم استعماله فقط في هذه المنتوجات التي أمامكم وهي في الصفحة التابعة لهذا الكوبون وعند محاولتكم أخذه يجب عليكم الذهاب هنا ثم الضغط على كوبون أجتي أنا قمت بأخذه سابقا لذلك لا توجد لديه هنا لكنه محفوظ في علي إكسبرس فمثلا أقوم باختيار أي منتوج أردته مثلا هذا المنتوج هو عبارة عن سماعات لاسلكية أقوم بالدخول إليه إذن تمن هذه السماعات هو 114 درهم والشحن مجاني أقوم بإتمام عملية شراء أشتي مانتونو إذن لاحظوا معي إخواني هنا ها هو الكوبون الذي قمت بدكري سابقا 40 درهم التي تقابل 4 دولارات إذن المنتوج سوف يقام علي فقط ب7 دولارات فصل 48 ويمكنكم تتمت الشراء بكل سهولة إذن كما قلت سابقا الرابط سوف تجدونه في وصف هذا الفيديو إذن هذه هي وجهة البرنامج لاحظوا معي إخواني العديد من المنتجات حسب الفئات الخاصة بها أو الكاتيجوري بالنسبة للأشخاص الذين لا يجدون اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية فيمكنكم الذهاب إلى كونت من هنا ثم الذهاب إلى رقلاج ومحاولة تغيير اللغة إلى اللغة العربية ثم ننتظر قليلا إذن البرنامج أصبح لدينا هنا باللغة العربية أذهب كذلك إلى الحساب ثم أذهب هنا إلى الرقلاج أو الإعدادات وهنا عنوان الشحن نقوم بإدخال العنوان الخاص بنا هنا لدينا الإسم الكامل ثم هنا لدينا رقم الهاتف وهنا الأدريس وهنا المقاطعة الخاصة بكم وهنا المدينة وهنا الزب كود الخاص بكم ثم بعدها نقوم بحفظ الأدريس الخاصة بنا عند الانتهاء من هذه المعلومات نقوم بالعودة إلى التسوق ونذهب مثلا إلى الأعلى هنا نقوم بكتابة سماعات لاسلكية هناك اختيارة تظهر لي يقترح عليها الموقع نقوم باختيار الأول إذن هنا لدينا العديد من الإختيارات هنا لدينا مرشح أو فيلتر نقوم بالضغط عليه من هنا ثم أقوم باختيار الشحن المجاني ثم اختيار المنتجات التي عليها تقييمات إيجابية أكبر ثم هنا يمكنكم اختيار من أين تريدون هذا المنتج أن يكون مصدره من تركيا أو من الصين أتركه كما هو ثم هنا لدينا مثلا الحد الأدنى فأنا أريد هذه السماعات كحد أدنى أن تكون أكثر من 20 درهم ثم كحد أقصى أن لا تتجاوز 120 درهم ثم بعدها أقوم بالضغط على تم إذن هنا سوف تظهر لي جميع المنتجات التي عليها تقييمات إيجابية جميلة وكذلك عليها شحن مجاني لاحظوا معي إخواني سوف أخطار مثلا هذه السماعات لاحظوا معي إخواني سماعات جميلة بأقل من 40 درهم وشحن مجاني هنا هنا في هذا الشحن هناك بعض المنتجات التي يكون هناك طرق أخرى للشحن وهنا يمكننا اختيار شحن آخر غير مجاني لتسريع وصول هذا المنتج فمثلا هنا أقوم باختيار هذا الشحن إن أرد أما غالبيتنا فيقوم باختيار الشحن المجاني أقوم بتطبيق هذا الشحن المجاني ثم هنا لدينا الألوان الخاصة بهذا المنتج أقوم باختيار أي لون وينتبهوا إخواني فالتمن يتغير مثلا هنا سوف يتغير لأن المنتج هو عبارة عن سماعات ثم غطاء بلاستيكي خاص بهم أما هذا الاختيار الأول فسماعات فقط وهنا نقوم باختيار مثلا هذا الاختيار ثم أقوم بالشراء الآن بعدها هنا نتأكد من الأدريس أو العنوان الخاص بنا هنا فوق ثم من هنا نقوم باختيار طريقة الدفع الخاص بنا إما عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كار وهنا أهم نقطة إخواني لا تقوم بالدفع إلا عند التأكد من ثمن المنتج هو الثمن الذي سوف أقوم بدفعه ففي بعض الأحيان يكون ثمن الشحن مرتفع جدا وبالتالي يتغير هذا الثمن الإجمالي لهذا المنتج إذن عند الانتهاء نقوم بالدفع الآن وهذه العملية تمت بنجاح هنا سوف تظهر لكم المنتجات التي قمتم بدفعها ولم تشحن بعد ومن هنا تظهر لي جميع المنتجات التي قام صاحبها بشحنها لي ثم الآن سوف نلتقل إلى طريقة تتبع المنتجات الخاصة بنا فهذه هي الطريقة الأولى نقوم بالدهاب إلى المنتجات المشحونة هنا أقوم بالضغط على تتبع إن أردت أن أعرف مكان هذا المنتج يعني أين وصل أقوم بالضغط هكذا ثم هنا يظهر لي بأن المنتج لم يتحرك بعد فهو لا زال في الصين هنا الخطوات التي سوف يقطعها المنتج حتى أتوصل به أما إن لم تريدوا هذه الطريقة قموا بنسخ هذا التراك نامبر أو رقم التتبع ها هو هنا كما تشاهدونه هذا التطبيق الرائع الذي يظهر أمامكم هو الذي أستخدمه شخصيا وهو موقع رائع جدا قم بالذهب إلى بلاي ستور ثم قم بكتابة كولي سوف يظهر لكم وهذه هي الأيقونة الخاصة به عند الدخول إليه هكذا إن كنت قمت بنسخ رقم التتبع سابقا فسوف يظهر لكم مباشرة تقوم بإضافته ثم تقوم بكتابة اسم المنتج مثلا كلي يسبي ثم في إذا لاحظوا معي إخواني بأنه لا زال في الصين متجه نحو المغرب إذن أتركه هكذا هناك بعض المنتجات التي تكون رخيصة تستغرق وقتا أطول لأن البائع يقوم باختيار أرخص طريقة للشحن أما إن قمتم بشراء بعض المنتجات المرتفعة الثمن 100 درهم يعني 10 دولار فما فوق فغالبا يكون وقت تسليم هذا المنتج بين 15 يوم و30 يوم كحد أقصى إذن إخواني هذا هو درس اليوم أتمنى أن أكون قد وفقته في شرح جميع الملابسات التي كانت لديكم وأي سؤال أو مشكل وجهتمه ما عليكم سوى التواصل معي ورفع المشكل في التعليق الخاصة بهذا الفيديو سأقوم بالجواب عليها لاحقا إن شاء الله وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركتهم مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هادية أو الزيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول ترجمة نانسي قنقر